وكان ليس الأمر قاصراً على جامعات وأسات كان معانا بيت الصدقات تبعاً الإمام الأكبر معانا المعاعد القوم الأورام بفروعه يعني بضعف الجامعيات كبرى الجامعيات وساس أهلية البروتوكول ده كان عبارة عن عدد من يعني الناس ما يعتقد أن هي جامعيات مثلاً أنت معاك كل أشكال الخير أو التبرع المعاعد القوم الأورام ده عتق نجاح حكومية يا علاقة بالأمر من الأورام بالضبط ما هو ده عشين كده حيترد بعد ذلك شوية حنرد أن في بعض الناس يقول لك الله طب ما هو ده الموجود ده التحالي التحاد العام هو ده هو نفس الكيان لا مش هو نفس الكيان ومش نفس الكيان مختلف لأنه بيضم كيانات كامعيات أو مؤسسات أو شخصيات طبيعية أو شخصات اعتبارية مرهج مش بالضرورة تبقى جامعات أو أساس أهلية ممكن أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتباريين ينضموا للتحالف وده قيمة التحالف النقايم على أن نحن نوسع قاعدة على جامعيات ومؤسسات عشان تبقى الأمور راضحة عشان كده هو اسمه تحالف ومسموش جامعية ومسموش مؤسسة وسموش اتحاد فده طبعا بيئة فجينا بعد كده كان المساق التحالف ده ركزنا فيه على نمرة واحد أن يكون هناك مساق أخلاقي بين أطراف اللي حيوقع المساق اتنين تكون في قاعدة بيانات واحد احنا كان نفتقد أن فيه ما عندناش قاعدة بيانات واحد فقاعدة البيانات دي حطتها مؤسسة حياة كريمة مع وزارة التظامر الاجتماعي مع هيئة الرقابة الإدارية حددت لنا خريطة الفقر أو الأسر الأكثر احتياجا على مستوى الوطن بالتفصيل الممل اتنين أن يكون هناك تبادل خبرات أنا بتميز بخبرة في مجال معين حلوك تتميز في مجال آخر حضرتك بتتميز في مجال الثالث بنتبادل الخبرات بنبدأ نشتغل فيه أنشطة مشتركة بنبدأ نعمل قوافل مع بعض بنبدأ نعمل مشروعات مع بعض ويمكن دي كان في نفس الشهر دخلنا على شهر رمضان المعظم العام قبل الماضي فظهرت قيمة التحالف وقيمة التنسيق أن سطاع التحالف أن يغطي جمهورية مصر العربية بتوزيع مواد غزائية يعني كاراتين وشنة وغيرها لكل رجاء الوطن بطريقة منظمة لم تحدث من قبل هنا بقى النجاح بعد كده التحالف بدأ يعمل في صمت وعلى أرض الواقع وعمل المؤتمر الأول بتاعه في عشرين اتنين وعشرين ويمكن برضه قبل ما انسى في ستة وعشرين إبريل عشرين اتنين وعشرين في إفتار وأسرة مصرية أشهد فخامة رئيس عفتاح السيسي بتجربة التحالف